اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل زي ما نوهت لحضراتكم في بداية الحلقة ضيفي وضيفكم في هذا الحوار الرئيسي النهار ده في اخر النهار اللواء دكتور سمير فرج وانا عارف ومتأكد ان حضراتكم عايزين تتكلموا اكتر عن الازمة الدولية اللي حصلة وهي الحرب الروسية الاوكرانية والتي طالت اكثر مما ينبغي واثارها السياسية والاقتصادية على العالم كله خصوصا كمان ان في تطورات مهمة استراتيجية وعسكرية حصلت على الساحة خلال الاسبوعين ثلاثة اللي فاتوا واسمعنا عن قوات فاجنر والطيرة اللي وقعت فيها قائد قواته قصة طويلة كده فانا عارف ان انتوا عايزين هذا الملف بس انا ارجو كمان ان حضراتكم وانتوا بتفعوا هذا الملف واتبعوا ما يحدث عن صعيد العالم لا تنسوا ابدا الملف اللي يبدو انه اكثر اهمية بالنسبة لنا وهو الجوار المباشر الجنوبي لمصر وما يحدث في السودان لانه مش بقى بيلقي اثار غير مباشرة لا اثاره مباشرة علينا سواء امنيا او سياسيا او اقتصاديا عشان كده استسمحكم ان انا حبدأ مع سيادة اللواء الدكتور سامير فارج بملف السودان خصوصا عندنا يعني مؤشر مهم وبداية مهمة وهو القمة لجامعة اليوم الرئيس عفتاح سيسي مع الفريق اول عفتاح البرهان رئيس مجلس قيادة او مجلس السيادة الانتقالي في السودان في مدينة العالمين الجديدة دكتور سامير مساء الورد واهلا وسهلا بحضرتك ومشكرك لتلبيت دعوتنا دايما شكرا اخبار الصحة تمام الحمد لله حمد لله هنالك متفق معايا انه اولوياتنا الان الملف في السودان السودان يا تامر هي الامن المباشر لمصر المباشر المباشر تمام النهاردة طبعا جاء رئيس المجلس السيادة السوداني الفريق عفتاح وده اول مرة يخرج بره السودان من 15 ابريل اللي فات بداية الازمة بداية الازمة ده حتى يسيب الخرطوم مبارح راح بورسودان لان الخرطوم ما فيهاش يعني فيه حظر جوي فراح السودان بالعربية بورسودان ومن بورسودان طلع بالطيارة على مصر العالمين طيب اه هو جامعة وفد كبير وزير خارجية مدير الخبرات والمسؤول عن دعم الصناعات الحربية جاي مصر في البداية اول بلد مصر جاي مهمة طبعا هيطلع باكات السعودية احد دول خليج جنوب افريقيا مالي عندي نشوف اول صورة عشان نشرح للناس يعني ايه نقول امن قومي مباشر صحيح نشوف اول صورة اول اول صورة بتقول لنا ادي مصر وادي السودان بص يا تامر تحسنك دولة واحدة صحيح تفاهم يا دوبك الخط اللي في النص ده خط اتنين وعشرين ده اللي هو الحدود بتاعتنا صحيح مصر والسودان والسعودية الاتنية التلاتة بيامنوا البحر الاحمر اللي هو الممر المائي اللي بتمر منه تلت صادرات والصادرات العالم حلو يبقى انت احتكت صحيح نهر النيل بيربط بين احنا الاتنين اصد اكيد نشوف الصورة التانية بقى يا تامر احنا كنا دولة واحدة ادي عالم مصر يوم الملك فاروق ساب مصر ستة وعشرين يوليو اتنين وخمسين قالك وغادر مصر على يقت المحروسة الملك فاروق ملك مصر والسودان كنا احنا دولة واحدة مصبوط مفيش حدود رايح جاي صحيح صحيح كان ملك مصر والسودان الوقت اه الى ان قامت الثورة السودان حابت تستقل اوي خلاص تمام نشوف السودان بقى ليه الخريطة التانية العمق الاستراتيجي بتاعنا نعم يا تامر عايزين نقول ان اي حاجة تحصل في السودان تؤثر علينا بالبلد كده لو واحد عايزة هناك عندنا نقول له يا رحمة الله احنا حتة واحدة مفهوم خلاص نشوف بقى الخريطة التانية خريطة تانية بتقول لنا السوداء اللي قابليها لا اللي قابليها اه السودان فيها اربع اه فيها سبع دول مجاورة اه هنشيل مصر يبقى ستة الستة ستة مشاكل خد بالك لان اي قلنا تاني اي مشكلة في السودان تأثر علينا مصبوط لما تيجي تقول اول دولة بعدنا ليبيا ليبيا في عدم استقرار طبعا عدم استقرار يعني في ارهاب يعني في عبور حدود يعني في ناس بتتسلل ليبيا تشاد نفس الكلام نعم افريقيا الوسطى اكتر جنوب السودان كانوا دولتين الاول كانوا دولة واحدة انقسموا اصبح النضاء في مشكلة لان البترول اللي بيطلع في جنوب السودان بيتصدر على السودان فمشاكل نعم اثيوبيا مشكلة استد النضاء هو بعد الانفصال ما بين جنوب السودان والسودان حصل بعض المشاكل ففكرة توزيع السروة توزيع السروة لان معظم الموارد تحت تحت فبالتالي مشكلة برافو عليك اثيوبيا الفاشقة الأسيوبيين دخلوا أخذوا الحتة لزي 7 تحت وخدوا أريتيا فأنت عندك النهاردة الدنيا مليانة مشاكل في السودان صحيح صحيح خش على الصورة التانية بعدك الصورة التانية بتقول لنا إيه إن خلال التلاتين سنة اللي فاته كان بيحكم السودان الأخي البشير نعم ودي كانت أسوأ فترة في السودان لأنه كان إخواني الهوية وحقيقة كانت أسوأ فترة في العلاقات المصرية السودانية رجل ده كان إخواني الهوية قيد صدام في غزو الكويت خد كل جماعات الإرهابية اللي كانت في أفغانستان زي باللدن وقعدوا عنده ودي كانت مشكلة لأن أمريكا صنفته إنها دولة مؤيدة للإرهاب وتحطت عليه عقوبات كتيرة مين اللي نضرب العقوبات الأهالي الشعب السوداني اليوم في المية وعشان كده أول حاجة بعد ما مشي البشير مصر وقفت مع أمريكا قدتوا لازم ترفع العقوبات وإحنا الرئيس سيسي اللي رفع العقوبات عن السودان تمام خصة كانت محاولة اغتيال الرئيس مبارك تمت فيه صحيح بعد كده هنشوف حاجة بقى السودان فيها موقف غريب مش موجود في أي حتة في العالم نشوف الصورة التانية عندك الجيش السوداني جيش بتاع الدولة مزبوط ميتين ألف عنده مئة تسعين طيارة ومئة وسبعين دبابة سبعة تلاف مركبة جيش آه ده اللي هو بالأزرق اللي هو بالأزرق والبرهاني هو الرئيس الدولة نعم قوات مسلحة فوقها لقينا في الدولة دي قوات الدعم السريع عملها البشير عشان أحداث درفور فأصبح ميت ألف يعني انت عندك جيش موازي تقريبا جيش موازي بقى الدولة النهاردة فيها جيشين وهي دي اللي مش متابع هي دي بداية الأزمة اللي حصلت في إبريل إن قوات الدعم السريع قالت إحنا بره الجيش وخيادتنا مفصلة فبالتالي النهاردة انت عندك جيش ايه نعم أما بدأت الثورة بقى وشالوا الأخونا البشير قعدوا سنتين وتلاتها طبعا الأحزاب والقوة السياسية ويتناقشوا وإلى أن وصلوا إلى أن أنهم عملوا اتفاق إطاري اللي هو اللي جاي قالوا حنتفق على إيه 5 ديسمبر المكون المدني والعسكري هنا بس عشان الناس تبقى متابعة الجيش السوداني ده الجيش النظامي للدولة واللي قال السيادة اللي هو دكتور سامير فراج لأتي مكوناته والنحية التالي قوات الدعم السريع اللي اتشكلت ده يعني مفروض إن هي قوة جوة جيش لا قوة بره الجيش بره الجيش عملها الأخ البشير عشان دارفور كان فيها مشاكل تمام ونزلت عمل يعني لا تتبع قيارتها لجيش لا خالص ما دي المشكلة دي المشكلة طبعا هي منذ بدايتها المشكلة هنا المشكلة طبعا يعني اللي حصل من كم شهر هو مش جديد لأ ما مش جديد لكن لما الدولة بقى قاعدوا مع بعض السياسيين هنبدأ دولة جديدة في الاتفاق السياسي نشوف بقى الاتفاق السياسي قوات الدعم السريع دي اللي هي بقلت حمدتهم 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 ده طبعا معالق أعدادية وكان رائع قبل قبل كده يعني نالوش في المهم كويس عملوا اتفاق الشعب عمل اتفاق سياسي قال ايه تسليم السلطة المدنية تسليم السلطة ابعاد الجيش عن السياسي دمج قوات الدعم السريع في الجيش هنا بقى هي دي المشكلة نصبوط وبعدين دستور جديد انتخابات جديدة اصلاح أجهزة شرطة تنفيذ اتفاق الجوم جوم السورة التانية بقى ندخر الدعم السريع في الجيش عشان نبقى زينا كل النقاط اللي فاتت في الاتفاق الايطاني كانش فيها مشكلة ما كانش فيها هي نقطة واحدة ازاي ندمج القوات الدعم السريع في الجيش النظامي طبعا هنا بقت المشكلة الدعم السريع قالك ننديجي نفاديه نقاط خمس سنين خمس سنين يا عب ندخل دول في بعض انت مهندس روح سلوح المهندسين يعني الموضوع مش كده تمام فبالتالي اصل صراع بدأ القتال الدعم السريع كان جوه الخرطوب جوه البلد اللي نديش غلته والجيش برا الجيش ما بيخشش البلد صح وبالتالي عصل بقى الحرب من يومها بين الاتنين الجيش بيدرب بيستعاندوا مدفعية وعنده طيران الدعم السريع دخل البيوت قاعد في المستشفى والجيش اللي ما يقدرش يقتحم المدن وما يقتعش المدن فبالتالي النهاردة عايشين في اسوأ فترة فيها السودان صحيح الصورة اللي جاية تقول لنا ايه وضع انساني مؤلم تخيل السودان الخرطوم اللي بيمر فيها نهرين تمام مش عارفين مية من الهوم شو مية في البيوت مفيش كهربا مش تقين اكل ينزلوا يجيبوا اكل حيام المستشفيات التلت اللي باقي والتلتين اتضمروا وحتى التلت اللي باقي ما عندوش لمعدات ولا ادوية ولا حاجة يا سبحانه وبعدين شوف الناس بقى بدأت الناس يهاجروا فيه هاجرة من داخل السودان يعني داك خرطوم سابل خرطوم مش عارفيني مشوف الشارع صح ضرب نار مدفعية تخيل متخيل كفايا انه مفيش خدمات مفيش حاجة مفيش مدارس مفيش جامعة الناس هتروح فين نعم احنا مصر بس اجدنا تلتمائة الف لاجئ او نقول ضيف ضيف طبعا عندنا بطبع ضيف خلاص اول محاولة يا تامر احنا بس بنفاهم الناس عشان نشوف برضو مصر دورها ايه وبتعمل ايه اول محاولة لحل المشكلة فيه مبادرة اللي بعدين اسمها الايجاد الايجاد دي هي منظمة من شأ افريقيا هنشوف الصورة اللي جاية هما السبع دول السودان جنوب السودان اوغندا كينيا صومال السيوف باريتريا قعدوا وقالوا هنحل المشكلة نعم للأسف كقرارهم اللي جاي الصورة اللي جاية قالك هنعمل قوات ايساف تستعد للدخول للسودان قوات عسكرية خلي بالك قوات عسكرية هتخش للسودان مصر قالت لا والحكومة السندوقية رفضت وإلا هنبقى زي سوريا وهنبقى ليبيا احسن انت فاهم ومصر وقفت بشدة لان دي دولة على حدودنا لا لا دي تدخل قوات عسكرية النباية دي بداية نهاية لأي بلد وبعدين انت على حدودك صحيح خلي بالك صحيح لان احنا اكتر ناس متضررين صحيح صحيح لان اي حاجة هتصل هنا لاجئين هيروحوا الناحة التانية فبالتالي اجتمع في القاهرة يوم 13 يوليو الماضي وكان اول قرار لهذه المبادرة وقف اطلاق النار وحصل اجتماع تاني يوم 18 اغسطس في تشاد الصورة قدامنا السبع دول وفي اليمين الصورة السفير احمد بلغيت كان ممثل الجامعة الدول العربية وفي اخر الشمال ممثل الاتحاد الافريقي صح وده كانت بدعوة مصر مصبوط طيب مصر ايه استراتيجيتها في الموضوع ده دولة على حدودك امن قوم مباشر دخل فيها لازم يكون لك رأي طبعا اول حد نشوف بقى الاستراتيجية بتاعت مصر اول حاجة مصر يقول لازم وقف فوري لاطلاق النار ونخش في المفاوضات ده واحد اتنين حل المشكلة السودانية لازم يبقى سوداني سوداني ما يجيش حد من بره يفرض عليك ما قولش انا دولة عظمة جاي لا 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 انت السوداني عودوا مع بعض يقولوا هنروح فين بدليل حتى ان احنا هو دولة كبيرة في المنطقة ودولة جوار مباشرة ومع ذلك ما بندخلش بالزبط يقول الحل حلو بينكم اه على اساس وحجة السودان ما تتقسمش ان كله شوية وانا جيت بكده قلت درفور قرية ممكن تتقسم مصر بتقول لا احنا عايزين السودان كيان متكامل صحيح ما فيش تقسيم لعرق ولا عطف الحاجة التالتة مصر لن تنحاز لأي طرف يا تامر ده في الاستراتيجات التالتة لن ننحاز لأي طرف وان احنا واخدين الشعب اللي يقول الشعب احنا نوفي عليه وده كان رأيي الرئيس السيسي حلو حاجة التالتة عدم تدوير القضية السودانية لان في ناس عايزة الموضوع يكبر نخش بقى ونوديهم مجلس الامن وبتاعه لما اتعرض مجلس الامن كان الموقف المصري واضح عدم تدوير القضية ونسيب الشعب السوداني يحقل المشكلة صح الحاجة القبل الاخيرة رفضت دخول اي قوات عسكرية في الحقيقة المتحدة الحاجة اللي في الاخر بقى ان احنا هندعم السودان واحنا بعثنا النهاردة معونات انسانية وبنطلب للعالم كله يعمل الكلام مزبوط بنأمل ان شاء الله يا تامر هي المشكلة بس قبل الاماني والامال يا دكتور عشان برضو الناس تبقى معنا في الصورة فالناس هيقولوا طيب هي فين حجر العثرة او فين العائق الاساسي هو حالك شايف ان العقل الاساسي احنا اتفقنا في اتفاق حتى الانتفاقية او المبادرة او الانتفاق الانطاري كله هي مشكلة دمج القوات بتاعتداخل السريع ليه مشكلة المشكلة تكمن في حمدته نفسه اللي هو قائد القوات لانه لو ادمجت هذه القوات جوه جيش النظام السوداني هو مش عمله دور هو مش عمله دور هي دي المشكلة بالزبط وهو هنا دلوقتي صاحب قرار فمعقول ان هو ياخد قرار انه ما يبقلوش دور هي دي المشكلة خد بالك بقى انه مسيطر على الدهاب يعني قصة طويلة لا وعنده مشكلة اهم انه مسيطر على داخل المدن بالزبط يعني الجيش خارج المدن المتماترس جوه المدن هي قوات الدعم السريع وعشان كده مثلا امريكا والسعودية عملت سبع اتفاقات واقف اطلاق نار وراحوا ماضوا يمضوا بعدها بساعتين ويرجع ضرب النار تاني لان كل واحد يوم عايز ياخد اكبر مكسبة على الارض صحيح دايما في المفاوضات العسكرية موقفة بقوتك على الارض طول من تواخد اكبر مكسب على الارض تبقى اقوى في المفاوضات فبالتالي هو مش عايز يخسر على الارض عشان لما يقعد على الترابيزة فانا احنا شايفين نقول ايه تسير في نفق مزلم للاسف واحنا اول دولة بتقاسي مصر امن قومي مباشر خد بالك عندما تغيب السلطة في بلد يا تامر الارهاب بيدخل مليون في المين فحنلاقي بكرة صبح ارهاب في السودان حدود زي ما انتشفت لا غير ان لسه فيه ذيول الارهاب من ايام البشير طبعا موجودين قبل كده فعشان كده احنا بنأمل وكانت النهاردة اعتقد الرئيس وجلوسه مع البرهان اعتقد وحط مصر استراتيجية جديدة ونرجو ان شاء الله نتم في الاطار القديم نتمنى طبعا عشان امننا القومي وامن مصر بصفة خاصة لكن كمان طبعا عشان شقائنا السودانيين اللي في السودان اللي عايشين حياة الوقت الحقيقة غير ادمية وفيش قدر من الخدمات الواحد بيشوفها تامر على خط الحدود والست اللي شايلة طفلاء على ايدها وجره طفلاء تين ومع عشرة شنطة وطلعين سنبيب بيتهم وشعين رحقين فين ومعهمش هيكلوا ازاي حاجة مأساة فعلا هذه الحروب ربنا معهم يا رب ان شاء الله وتعود السودان الى سابق عهدها من القوة والاستقرار بازن الله اسمحني يا فندم نروح لفاصل نقسم الملفات ونروح بقى بعد الفاصل الى الملف الاكثر اهتمام على المستوى الدولي وهو ملف روسيا وكل ما حدث من بوتين تحديدا لان بوتين حقيقة طلع احنا كنا عارفين انه مش سهل بس نتضع انه مش سهل قوي بس بعد الفاصل اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل نفتح ونقتحم الملف الروسي او الحرب الروسية الاوكرانية او الازمة الدولية العالمية شوفوا حراركم عايزين تسموها ايه حسب وجهة نظر حضراتكم وحنتكلم عن كل الاثار وكل التطورات اللي حصلت خلال الشهر الاخير منذ ان كان معنا الدكتور سمير حوالي من شهر ويكلمنا عن اخر التطورات بس خلينا نبدأ من التطور التطور الاكثر اهمية على المستوى الارض على المستوى الميداني على المستوى العسكري وخصوصا انه في الناس كتير قوي ما خليتش فهمة مين قوات فاجنر ولما انسحبت الاول وراحت مش عارف تشاكستان ورحش يربيضة ورجع التاني ايه وبوتن قال لا لازم يرجعوا بعدين حدثت سقوط الطائرة اللي قيل انه قائد قوات فاجنر قتل فيها كلام كتير جدا محتاج شرح وتبسيط وهذه مهمة الدكتور سمير فاضل افهم طمام احنا الاسبوع اللي فات فوجئنا ان قائد قوات فاجنر الروسية تحطمت بيه الطائرة فوق بعد ما غادر موسكو نشوف الصورة الاولية هو الراجل ده وكان من اهم الشخصيات اللي قاعدت خلال شهرين ثلاثة اللي فاتوا على المستوى الاحدث الاعلامي صح طيب نشوف الصورة اللي بعدية مين هو بريغون حلا ان هو اسمه يفجيني بريغو بريغو جين بريغو جين بريغو جين الراجل ده طبعا هو روسي عنده اتنين وستين سنة تمام لما قتل اسبوع اللي فات هو من مدينة سان بوترس بيرغ اللي اصلا كانت مسكة راس بروتين اه يعني هو بوتين اتنين بلديات حلو تمام لا في عندوش بوتريكة ما عندوش الكلام ده طبعا ده ده انت هتشوف حامل ايه خلاص الراجل ده اتحكم عليه بالسجن اه ايام نقول ايه اتحاد سوفيت اتحاد سوفيت صح خرج من السجن عمل ايه راح عمل محل بيها ساندودشاز سوسيس تمام ايه ده اه كبر المحل الى شركة اغزية وانه يوزع اغزية للجيش الروسي ساب النظام ده وراح عامل اكبر مطعم في موسكو وكان بيستضيف اه اه بوتين ولذلك سموه طباخ الكريملي وحنشوفوا الصور اه اه طبعا اه هو اتكونت هذه المجموعة الفين واربعتاشر في الوقت اللي اه اللي بوتين اخد شي بجزيرة القرب ايه احنا عندنا صورة اه بوتين بيأكل اه مانا عادت لع الصورة تهات والصورة التانية اه بوتين بيأكل نشوف في الصورة التانية في المطعم وبوتين قاعد وشوف هو اللي بيخدم عليه شايف بيقدم له الكاس وبيرفع البتاعدة صح الصورة اللي احلى التانية بقى تمام اه ان بوتين جاب عزم الرئيس بوش في المطعم بتاع الراجل ده لا 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 والراجل ده وقف يخدمه من فوق يا خبرة بيار عشان كده يسموه الطباخ الكريملي او طباخ الرئيس بوتين شوف العلاقة تمام وقع في نفس الطيارة دي وده مهمة قاود يا تامر الصورة اللي بعدها اللي هو مع اسمه القائد اوتكين اوتكين ده اللي كان بيقود الجزء العسكري لان فاجنر هي مؤسسة اقتصادية فيها شغل اقتصادي كبير احنا مش فاهمين اساسا يعني مؤسسة فاجنر ايه قوات فاجنر او مؤسسة فاجنر اه هي جزء اين جزء اقتصادي حلو عنده مناجم دهب في افريقيا مناجم على الدولة لا لا منفاصل عن الدولة وده هتبقى احد نتائج قتله ان بوتين خدف حضنه وده عشان كده النهارده بنتكز عليها تمام لما هي كانت منفاصلة تخلناها غير مسجلة في الدولة الروسية اه فكانت جزء اقتصادي بيدير العملية عنده طيارتين خاصيني بقى الراجل ايه انت فاهم ليس هتيوب ده فين وفين وعنده جزء عسكري بيقوده الراجل ده اللي هو اوتكين طيب ايه هي مجموعة فاجنر ايوه تأسست الفين واربعتاشر مؤسسة السورة البعادية مؤسسة اقتصادية عسكرية انا مش بصدق انه السورة بتاعت الراجل اللي قدامنا دلوقتي كان هو الشيف اللي من شوية بيقدم الاسكلوب بيقدم الاسكلوب قلطف حاجة ما جاء يعمل بقى مؤسسة فاجنر عمل ايه يا سامن راح السجون السوفيتية والروسية واخد الناس اللي محكوم عليهم اعدام ومؤبد وقال لهم تعالوا حربوا معنا سنتين اذا تمام خدوا براء وطلعوا اه وحنشوف القصة دي جاية منين اولا شاركوا في الحرب الاهلية في سوريا وحنشوف اللي بتاع نشوف الصورة التانية اللي بس انت طرح ما حضرتش الكلام ده 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 جيل بتاعنا ده ديرتي دوزن الفيلم بتاع ديرتي دوزن ايام انت محضرتوش لايه ده سنة كم ده لا في الستينات بقى لا محضرتوش طبعا ديرتي دوزن ده قصته جميلة جدا ده فيلم اللي هي اخدت منه فاجنر القصة كويس على الايام ما جم يعني الانجليز والامريكان يجموا على فرنسا كانوا خايفين ان البنزر يخش على الهجوم فكان فيه كبري فكان الكبري ده لزم يتدمر عند الالمان فراحوا جابوا من السجون الامريكية اتناشر واحد اللي هما ديرتي دوزن وهم ننفذوا هذه العملية اللي نجا منهم ثلاثة فمن هنا يعني فاجنر خدت القصة خدت الفكرة الفكرة دي تمام شوف الصورة التانية بقى المخيفة المخيفة فاجنر موجودة في احداشر دولة في افريقيا تخيل افريقيا ايوا هيقود ده ما هي بتشتغل في الدول دي ده الخبر الجديد لكل الناس سواء بقى بشكل عسكري او من خلال الكيان الاقتصادي لا بس اساسا عسكري اساسا عسكري اساسا عسكري ليبيا سباح تلاف الجزاير مالي موريتانيا سباح تا احداشر دولة زائد سوريا الفين هو مين اللي طلع الارهاب من سوريا فاجنر يا امان طبعا سوريا كانوا خلاص داخلوا حولين ديمشي كان ريف ديمشي صح كل اللي طرد الكلام ده فاجنر راعت النهارده مع الجيش الروسي زائد فين زويلة شوف شوف الصورة المخيفة دي يا نها ربي عرفت ان قدية المجموعة دي كانت مهمة في العالم طبعا وعشان هما نيجي في الاخر طب دي حتمشي ولا لا بنهاية الراجل لا هنشوف هنعملين اه الصورة اللي بعديها فاجنر خدت اه الراو بتاعها او يعني الشو اللي عملته لما استولت على بخمت صح بخمت دي كانت اخر معركة في الشتاء اللي فات في اوكرانيا وخدتها من 3 توش لما الجيش الروسي فشل دخلوا بخمت لان دي ارض دخلوا فاجنر اه دخلوا اه فاجنر واستولت على بخمت وعشان كده الراجل ده خد زاهو سوكسي وخد سوكسي والشعب الروسي عبه شوف الروس هو اللي جاب لهم التايها التايها شوف الصورة عاملة ازاي شايف شايف بخمت عاملة ازاي دي يا تامر عشان نقول للناس ان دايما القتال في المدن اسمه الارض المحروقة حرق الدنيا دي كلها ودخل شوف المنظر دي مدينة اسمها بخمت كانت كانت ولكن النهاردة انقاط مفيش فيها حاجة وقفة استول عليها هذا الرجل طيب حنسيب فاجنر شوية هو العالم مفقوش غير فاجنر لا في حاجة اسمها البلاك ووتر بلاك ووتر برضو اه دي مؤسسة او منظمة امريكية بتقدم خدمات امنية وعسكرية السي امريكية لمين لالسي اي اي لجيش الامريكاني لوزارة الخارجية اوكي ظهر ظهر مكانها امتى لما امريكا احتلت بغداد تمام مين يقمن بقى السفارات بلاش السفارات امريكية المارين بيقصة بقلا طو مين يقمن بقيت السفارات من المنطقة الخضرة ادوها لبلاك ووتر وذلك سمعتها سيئة جدا ايام الغزو الامريكي للعراق تمام خلاص فطبعا دي بقى هو ومتقدم الحقوق الانسان يعني زي كل الناس نرجع بقى لاخونا فاجنر فاجنر لما عمل الراوة الكبير ده واستولى على بخمت بدأ يحصل تمرد على روسيا وعلى بوتن انا بقى منتصر وبقيت بطل نشوف الصورة اللي جاية وبدأ يهاجم شويجو اللي هو وزير الدفاع الروسي انا انتو معرفتوش تاخدوا بخمت انا اللي خدته فاهمني فبالتالي بدأ يقول انا مش موافق على القيادة العسكرية في روسيا وعلى شويجو وبدأ ينقى ضدهم فعشان كده الصورة اللي جاية تمرد فاجنر ضد روسيا يوم الجمعة 23 بيتامن الجيش الروسي بيقصف عليه يوم 24 بدأ يعني يحتل منطقة روسطوف الروسية تفهم بدأ يحتل في مدن في روسيا طبعا وصل الى 500 كيلو من موسكو وهنا بنت عظمة حقيقة بوتن اولا هما كانوا 5000 واحد اللي داخلين معاه وبوتن كان ممكن طبعا بكم ساروخ اسكندر يخلص عليهم ولكن هو طبعا مش عايز يتقال في التاريخ انه راجل يعني ايديم للطخب دمويا وبعدين دول مين دول روس مهما كان انت ممكن تضرب العدو بتاعك لك حق لكن ما اضربش الروس عشان كده بوتن اتهمه بالخيانة طبعا الصورة التانية لما تجايد تجي لموسكو هنا كانت الناس كلها قلقانة طبعا الصورة اللي بعد كده اخد شعبية كبيرة كان بيخش اي مدينة الناس ستقاف له الروس لانه بطل بتاع بكمت انت فاهم انت متخاني مع الجيش ده موضوع تاني مش بتاعنا بوتن لعبها حلو قوي انه رح جايب الراجل بتاع بيلا روسيا وقال له تفاوض معاه هتدي انت هتعمل ايه ده هتتضرب وراح سحبه على بيلا روسيا سحب مجموعة فاجنر كلها على بيلا روسيا حلو وعملوا اتفاق اللي جايه قدامنا اتفاق اللي بينه انت هتروح بيلا روسيا احنا حنيفع عنك هنلغي القضية اللي كانت مرفوعة تمام هتروح بيلا روسيا الولاد اللي رفضوا التمرد وفضلوا قاعدين هنضموا للجيش وهنديكم هيا والناس ترجع لهم تمام اليوتيوب موضوع خطير قوي يجيب لك حاجات من 4-5 سنين فجأة الاعلام رح جايب لنا حوار عملوا بوتن عن الخيانة من 4 سنين اه تمام عندك الحوار دا انس طبعا عندنا الفيديو اه الفيديو اه لو سمحت نزيع نزيع الفيديو اه اه نزيع Media هنديك حجاب تدفع نزيع الفيديو موضوع فقط موضوع انشوف واحد نزيع الفيديو انشوف الأقلاء موضوع لا نزيع مالي جنبها فيها قوات فاجنر قاعدة فالناس بتوع النيجر اللي عملوا انقلاب راحوا اللي بتوعوا في فاجنر اللي في مالي قالوا لهم عايزينك تيجوا تساعدونا قالوا لهم طبعا هنفكر ونشوف جه أخونا بيجوجين من روسيا أو من بيلا روسيا وراح مالي وقاعد معاهم وعارف هنعمل ايه عشان ندعم من النيجر بيجوجين دا اللي هو قاعد القوات قاعد فاجنر ورجع من مالي على موسكو وقابل مين الرئيس بوتين حلو حتى فيه صورة اللي بعد كده زعيم فاجنر وهو في افريقيا في مالي دي اخر صورة طلعت له موجودة على السوشيال ميديا وهو في افريقيا شكله فعلا في افريقيا اه في افريقيا وقال انا راجع وقاعد مع بوتين حلو وصل موسكو وقاعد مع بوتين وبدأ يروح المدينة بتاعته الطيارة انفجرت في الجو اه لاحظة سقوط الطيارة طيب السؤال بقا طبعا الاول قاله ما كانش موجود في الطيارة لا موجود المهم روسيا عملت لجنة التحقيق والدين ايه وطلع ان هو قتل في هذه الطيارة تمام وواضح ان هو في الصورة كمان ان اوتكين كان معاه اه اه كان معاه وده 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 حاجة مهمة اه نشوف بقى الصورة اللي بعد كده مين اللي قتل برجوين برجوين اه مين اللي قتلو مين اللي قتلو اه مين اللي قتلو اه مين اللي قتلو حنشوف بقى مين اللي قتل الصورة اللي جاية بتقول لنا ايه من تمسك بوتين السلاحه طيب مين اللي قتل عايزين اسأل سؤال مين اللي مصلحته ان يموت اه اول واحد طبعا بوتين ليه خايم وانا عايزة ان تقم منه لنخني فاول واحد المفروض ليه موتو بوتين صح بموتور بوتين بعت رسالة كل القادة اه وع واحد يخلنه مصيرك عتسيبه مصير برجين مممممممممممممممممممممممم تلاتة بقت لقت يعني فاجنر كولاتا مع مين بوتين صحيح مات الرجل ومات اوتكين المساعد بتاعه ملكوش غيري ملكوش غيري في حضني. خلاص? الاموال بتاعت فاجنر كلها دخلت فين? في حضن بوتين. فلا الوحيد اللي لقوا المصلحة? بوتين. بوتين. لكن انا بقى حقش عن نحق التانية. اه. انا بقولك لا يمكن يكون بوتين هو اللي عمل الكلام ده. لا يمكن? لا يمكن. لا لا. هو ليس بالزكاء من الهبل. نعم لواحد. انا اماوت الراجل ده فوق موسكو. ده واحد. لسه هنقول المبارات التانية. نبرتين ما كان في افريقيا. ده كان في افريقيا باكله اي حد طاك. واقول ده مسلا اي ابوكو حرام ضربته. اه. انما مش مش اضربه فوق موسكو. لا. مش مش بوتين اللي يعمل كده. ده في رأيي. فعشان كده اه احنا بنقول مش. الحاجة التانية. اه. الطب حنقول عن المستفيدين. مش عالف اه دكتور ده انا شايف ان هي. طبعا دي اراء. اه. اللي حالك قلتو في الاول فكرة انه اه انا المستفيد الاول. اجبر المستفيد الاول. وانا حضم المجموعة نية. وحبعت رسالة بعد كده اللي حيقيم راسه ولا حيفكر يخلني. هتبقى نهيت. ده لازم الرسالة. ما ينفعش يتخلى عنها كده اللي هو. لا انا معرفش حاجة عنه في افريقيا. لا لا لا. ده هي التبجح. اني انا اضربه في سماء روسيا. انا حضربه في حيطة. عشان ما تفضلش طول العمر وصم الجبيء في. اللي. اللي اسمه ايه اللي. لا. اللي يزبط يجي. ماشي. لو لسه هنسبط. اه. خلفي باسك اللي يعرف ابو يقوله. طب مين المستفيد التاني اوكرانيا طبعا. اه. لان اوكرانيا ده. اه. دمر شفت. صحيح. خلص عليهم. خلص عليهم ببتاع. فهي مستفيد. الحاجة التانية. لو اوكرانيا ايه اللي موتته. حتلسق التهمة في مين? في بوتن. في بوتن. هي وجهة نظر برضه. اه. المستفيد التالت الدول الاوروبية. لان الدول الاوروبية برضه نفسها اتموته عشان تلسق التهمة. ببوتن. يبقى بوتن طول العمر. القاتل. السفاح. اه. عشان كده. هي وجهة نظر. انا بس. انا بس. احنا جايين. ماشي مع ان شخصية بوتن. بالزبط. مش ده اللي يعملها دلوقتي. اه. حاجيبك حاجيبك. انت هتروح مني فين. صحيح. بس مش النهاردة. صحيح. مش فوق موسكو. صح. حاجيبك. بس انت عارف تمشي مع الفيديو اللي حاجبت هنه. اللي هو لان اسامح دي. لان اسامح. فلا لا 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 لا. قلب اسود برضو برينا. فعشان كده السيناريو الاول مين قتله? بوتن. اه. خلاص. اه. فلكن بوتن عشان يتضرب كان فيه حلين. اه. الحل الاولاني انه هتضرب بصاروخ من روسيا. اس تلتمية و اس ربعمية. نعم. خلاص. هنشوفوا الصورة التانية. الولايات المتحدة الامريكية قالت ان لم يطلق صاروخ على هزي الطائرة. اه. ازان هي عبود حطت في الطيارة. تمام. خلي باك معا عشان نشرح حتة جديدة الناس مش عارفها. حلو. الله مفيش صاروخ. هي امريكا شايفة ان فيه صاروخ تطلع ازاي? خش على الحتة التانية. ده في روسيا. روسيا. اه. انا الحتة التانية او سمحت. انا عملت اه مقالة في الاهرام. انا بطلع كل يوم خميس لها مقالة في الاهرام. مصبوط. والسبت في الاخبار اليوم. والمصر اليوم. في تمنتاشر اتنين الفين واحد وعشر كتبت مقالة عن الحرب في الفضاء. خلي بالك يا تامر. دي حاجة جديدة ممكن الناس او ما. اه. فيه تلات دول بس عندهم قوات فضاء. امريكا وروسيا والصين. القوة بقت السادسة. يعني امريكا فيها قوات برية. اه. بحرية. جوية. مارين. القوات خاصة. والسادسة قوات فضاء. يعني قوات فضائف. اه هو لك بقى. اه. النار دا كلهم خايفين من الحرب النووية. الحرب النووية هتتضرب عليهم بطيارة لا خلاص ما تشترك. كلها صواريخ. فالنار دا تلات دول دول عندهم في الفضاء دا مسكينه. لو طلع الساروخ من روسيا. امريكا شايفها. اول ما يطلع الساروخ. الكمبيوتر يحدد. دا صاروخ نوع ايه. بلاستي. صاروخ عابر القارات. الكمبيوتر بيقولك دا نووي. بياخد اتناشر ديه انذار. جديدة دي طبعا. اه جديدة طبعا. وبنعش كده المقالة بكتبتها في الاراضي ما حدش خد باله منها. ماشي. اه. فالنهار دا فروسيا اه 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 لو ضربت صاروخ. الصين لو ضربت او امريكا. حينا. التلات دول دول لقطين بعض. فعشان كده cnn كتبت ان روسيا او امريكا قالت ان لم يطلق صاروخ ضد هزي الطائرة. يعني الطائرة لم يسقطها صاروخ. صاروخ. خلاص. خلاص. دا امريكا. يبقى الطائرة هي اللي انفجرت. اه اه يبقى فيها حاجة كان فيها حاجة دول. اه. خلاص. فبالتالي هنا نضيع حتة ان روسيا او بوتين ضربوا بصاروخ. تمام. خلاص. تمام. السيناريو التاني. ممكن اوكرانيا تكون ضربته. ممكن. اه. بس هتكون ازاي. اولا صاروخ لا. لان اوكرانيا ما عندها السواريخ تطول. اه. موسكو. خلاص. ازا بالتالي هتكون دا ولا اه التلات مسايرة. التلات مسايرة ما تجيبش مين بوين تارجت. تضرب كده. التلات مسايرة تضرب اريا. مساح. مساح. تمام. فازا ممكن اه 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 انها يكون اوكرانيا بس عن طريق اه يعني بارسل او صندوق في الطيارة. تلغيم الطيارة. تلغيم الطيارة. الجزء السيناريو التالت. المخابرات. اي دولة اجنبية عايزة تخلص منه. وتلبس بوتن. مم. القصة. صح. تلبس بوتن. اوقع الطيارة فوق روسيا. عشان الادانة الدولية بقى. الادانة الدولية. الادانة الدولية. والحاجات دي. الاسيناريو الرابع. حد من جوا فاغنر. مم. خد بالك ليه? الترا فيها نمرة واحد واثنين. الراجل. صح. والمشؤول عسكري. صح. كده انا ايه فاغنر. شكرا. صح. فعشان كده طبعا ال ال الدنيا كانت خلق. اخر حاجة بقى ااااااا. جابت الصورة اللي جاية. المضيفة اللي كانت في الطيارة. خد بالك. امم. ده الديلي ميل مش انا اللي بقول. اي. خلي بالك. انا كلها حاجة الموسقة دا. صح. الديلي ميل جابت الموس. المضيفة. كتبت وقالت بتكلم اهلا قالت لهم او كان افطار افطار الاخير. قبل ما نطلع بالطيارة الطيارة اتعطلت قاعدت عشر دقايق وكاتب ايه ميستري ريبيرز اصلاح مفاجئ اه غامل اه غامل اه غامل ده هو غامل ده اللي هي التنس اه اه انت فاهم ده اديلي ميل اللي كاتبك كلام اه قاعدوا على الارض عشر دقايق وقالوا ان في اصلاح اصلاح ايه واتركت معمولها اصلا صيانة من شهرين فبالتالي كل الامور بتصير ان الفترة دي اتحط في الطيارة اه يعني عبوة هي اللي فجرتها مفهوم في هذا التنس فعشان كده طبعا اه بوتين قال ان انا حاجري التحقيق في هذا الكلام وعز الناس النهاردة كانت الجنازة بتاعته بوتين محضرش الجنازة محضرش برضو قال بوسوت مش كده اللا السؤال بقى للعالم كله بيسأله مصير فاجنر ايه فاجنر ايه هتروح فين كدير قال لك انتهت لا انا بقولش هتماش مش هتنتهي ده بالعكس حتبقى الزراع العسكري في ايد روسيا شايفي في 11 دولة دولة والفيه تاني جاي دي يعني سيطارة مجانية جاد لعطبق من فضل بالزبط واصبح هو المسيطرة عليها ماديا ده كمان يا عاقش شايفهو هو اللي بيأمرهم دلوقتي بأداء قسم الولاقى وعشان كده بقى بوتن امبارح قال كل ما هو بقى يحمل سلاح معايا حيدي قسم الولاء لان قبل كده ما كانش عندهم قسم. نخصة ظريفة? لا هي فوق الظريفة. هي فوق الظريفة ده تمفع فيلم امريكاني بامتياز. بطالها وبخرجها بوتن. اه. بصراحة. لا هو 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 العيب. عشان كده بقولك مش ده اللي يعمل كده يا تامر. مش ده اللي موت راجل فوق اوكرانيا. انا حيجيبه حيجيبه. صدقني. بس مش الاسبوع ده او الاسبوع التاني. انما زي ما انتقول. بس ربما ربما اللي عملها سواء بقى وفقا للسيناريات حريك سواء اوكرانيا او التعادل الاوروبي او او. بس في النهاية على ارض الواقع قدموا له خدمة. ده مية مية. خلصوه من صداع. من صداع. وجابوله قوات مسيطرة واثرية وبتاعها. 11 دولة يا راجل. فييدو. واللي جاي اكتر. صحيح. صحيح. دولة. صحيح. ولسه النيجر يمكن يخشوها بكرة الصف. لا لا. احسنت يا رئيس. النهاردة كنت متألقا ومبدعا كالمعتاد. ناشا. وان شاء الله لقائنا القادم يكون ربنا هداهم شوية كده وخفوا اللعبة علينا لانه فعلا احنا اللي مندفع الفطورة. للأسف الشديد. للأسف يعني. للأسف يعني. تحيات يا فندم. ومشكرك دايما على تلبية دعوتنا يا سبيبي. شكرا جزيلا. شكرا لحضراتكم وارجو ان يكون درس السياسة الاستراتيجية وصل للجميع كما وصلني. وان شاء الله دايما نبقى مع حضراتكم على آخر الاحداث. وفقا لهذه الشروحات الوافية من اللي هو دكتور سبيل فرق.